موسيقى خلينا أقول يعني أكيد تتكلم النقطة الرابعة عن الموت لأنه عدو لقيم شرير مرعب مخيف يعني تفضل تمام يقول عنه الكتاب المقدس أن آخر عدو يبطل هو الموت ونلاقي كلام كتير عن هذا العدو في الرسالة كورونتس الأولى أصحاح 15 وهو عدو لأنه يفرق يفرق الأحباء عن بعض يأخذ الإنسان إلى نهاية لا رجع فيها وكأنه الإنسان يعبر باب اسمه الموت مكتوب عليه من الخلف ممنوع الخروج والمصير الذي تصل إليه بعد العبور من هذا الباب لا رجع فيه ولا يوجد استثناء أو يوجد محاولة للرجوع في الحكم لأن هذا هو العدو الشديد القوي الذي لا يقدر أحد أن يقهره لكن يوجد شخص واحد قهره وأعطانا الغلبة على هذا الموت علشان كده نقف في المسيح ونقول أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح على فكرة المسيحيين الذين يعرفون أين سوف يذهبون بعد الموت لا يرعبهم هذا العدو على الإطلاق ولا يحزنون كالباقين الذين لا رجاء لهم لأنهم يعلمون أن الأحباء سوف نقابلهم مرة أخرى حيث لا يوجد هذا العدو الذي هو الموت لذلك نفرح ونبتهج لأن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين أمن عشان كده عايزي أشجع كل واحد حدث معه هذا العدو وهاجمه إذا كان حاجمك هذا العدو أنا عايز أقول لك يوجد من يعزي يعزي يعني يشجع ويطيب الخاطر الله في المسيح يسوع يسوع الذي قام من الأموات وهزم الموت أقول لك ارفع عنيك لي وديه فرصة أنه يأتي إلى قلبك بالتعزية وإقبل التعزية تلاقي نفسك ترتفع فوق أمواج عاتية تريد أن تهزمك وتغطيك هي أموات أمواج الخوف والضعف واليأس لكن في المسيح لن الغلبة بربنا يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر